أهلاً بكم مشاهدين مع استمرار فيروس كورونا المستجد وصلت الدولة المصرية جهودها لمواجهة تلك الجائحة ضمن الاستراتيجية التي انتهجتها منذ بداية الأزمة بداية من تجهيز مستشفيات الفرز والعزل والمعامل وإصدار بروتوكول التشخيص والعلاج وتدريب الأطقم الطبية وتفعيل منظومة إلكترونية لرصد الإصابات ومتابعتها وزارة الصحة أعلنت عن تفعيل نظام إلكتروني مميكاً لمائة بالمائة من المستشفيات المخصصة لاستقبال وعلاج مرضى كورونا لمتابعة إمداد واستهلاك الأكسجن الطبي بجميع المستشفيات فضلاً عن توفير مليون ومائتي ألف لتر من الأكسجن الطبي باعتباره مخزوناً استراتيجياً الاستراتيجية تضمنت أيضاً خطة للحفاظ على النظام الصحي واستمرارية تقديم جميع الخدمات الطبية للمواطنين وذلك من خلال استمرار العمل بجميع المبادرات الرئاسية واستمرار خدمات تطعيم الأطفال الدورية أما بشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد فتم تشكيل لجنة برئاسة دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تضم ممثلين من وزارة العدل والمالية وهيئة الدواء المصري وهيئة الشراء الموحد بشأن الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع الشركات والجهات المصنعة للقاحات وحصلت مصر على دفعة من لقاح سينفارم الصيني وتم توزيعها على الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والفرز والصدر والحميات بعدد من محافظات الجمهورية كما تم الاتفاق أيضا للحصول على لقاح أسترزينيكا وتم الحصول على خمسين ألف جرعات